اشتركوا في القناة لحد عن الحد التاني سواء في المنطقة السكنية او في المناطق التلاتين او جو المدينة والاشارات دي دايما بتكون محطوطة لاسباب مش محطوطة كده هبقا فان شخص ما يلتزمش باولوية المرور لغيره دي تعتبر مشكلة كبيرة جدا هنا فهعرض عليكم دلوقتي كل المخالفات اللي تخص اولوية المرور فاخد بالك منها وان شاء الله ما حدش فيكو يغلط خالص اول حاجة ان شخص يقطع اولوية المرور واولوية المرور هنا مش بس بوجود العلامة دي في مناطق بيبقى فيها قاعدة اليمين قبل اليسار يعني اي حد خارج من شارع جانبي هو اللي معاه الاولوية حتى لو العلامة دي مش موجودة الحاجات دي كلها اي شخص بيتمرن عليها في مدرسة السواء ومش بيعدي في الفحص العملي غير لما بيكتاز كل الحاجات دي فمعنى ان شخص ييجي وما يهتمش بالاولوية فمعنى كده فعلا اللي هو مش محترم القوانين فلو شخص قطع اولوية المرور وتسبب في حادث بسيط حادث بسيط يعني خدش واحد كان يقع بعجلة كل الحاجات دي تسمى او تعتبر حادث بسيط فيتعرض لغرامة ايمتها سبعين يورو وهيتضاف على شهادة السواء بتاعته نقطة ومش هيتحزر من السواء انما نفس الشخص ده بقى لو قطع اولوية المرور وتسبب في حادث متوسط فيتعرض لغرامة ايمتها مية وعشرين يورو وهيتضاف عليه نقطة في شهادة السواء لكن مفيش حزر السواء انما لو نفس الشخص ده قطع اولوية المرور وتسبب في حادث خطير فيتعرض لغرامة ايمتها مية وستين يورو وهيتضاف عليه نقطتين على شهادة السواء بتاعته وهياخد حزر من السواء لمدة ثلاث شهور انما الشخص ده لو قطع اولوية المرور وتسبب في حادث شديد الخطورة فده بيتعرض لغرامة ايمتها ميتين واربئين يورو وبيضاف عليه نقطتين على شهادة السواء بتاعته بالاضافة اللي هو بياخد حزر من السواء لمدة ثلاث شهور ودي كانت المخالفات اللي تخص اولوية المرور هتكلم معاكو دلوقتي عن مخالفة تانية وجديدة على المخالفة اللي بعديها وهي المخالفات اللي تخص الركنات ركن العربيات في اماكن غير مخصصة للركنات او غير مسموح الركن فيها او الركنات دي تكون مخصصة للاشخاص زوي الاحتياجات الخاصة او تكون تبعة للمطافي او للشرطة او تكون تبعة لسكان انت مش ساكن في نفس المنطقة دي كل دي مخالفات تخص الركنات وفيه شوية مخالفات تاني في الله بينا نعرف كل حاجة عن المخالفات دي اول مخالفة معانا من مخالفات الراكن الغير قانوني وهي ان شخص يركن في مكان غير مخصص للراكن فالغرامة دي بتكون من عشرة لحد خمسة وتلاتين يورو الزابط او الكنترول اللي بيعملك المخالفة دي هو اللي هيحدد لك قيمتها من عشرة لحد خمسة وتلاتين يورو على حسب الموقف اللي انت ركن فيه وبيتضاف على شهادة السواقة للشخص ده نقطة انما بقى لو فيه حد ركن في الاماكن المخصصة للمعاق اللي بيبقى موجود عليها العلامة دي فده بيتعرض لغرامة من خمسة وتلاتين يورو لحد خمسة وخمسين يورو برضو الكنترول هو اللي بيحددها لك بتكون كام بالظبط وبيتضاف نقطة على شهادة الشخص اللي عمل المخالفة دي وفي المخالفة الاولى وفي المخالفة التانية مفيش حزر السواق حتى في المخالفة اللي انا هقولها لكم دلوقت دي مفيش برضو حزر من السواق المخالفة اللي بعد كده ان شخص يركن في مكان داية او في داخل شارع او في مفرق او في منطقة طوارئ او في مخرج او مدخل يخص الشرطة او المطافة فده بيتعرض لغرامة ايمتها من خمسة وخمسين يورو لميت يورو نفس الكنترول هيحدد للشخص ده ايمة المخالفة هتكون كام بالظبط بالاضافة الى نقطة بتضاف لشهادة السواق بيبقى انت كده يا غالي عرفت موضوع ركنات المفروض تعمل في ايه ولو ركنت في مكان من الاماكن دي الغرامة هتكون كام بالظبط فانت حاول دايما تركن في الاماكن المخصصة او في جراش او لو ركنت في مكان دايما خد بالك انك تشتري التيكت وتحطه في مكان واضح علشان لما الكنترول يجي يبص على الطابلو عنك بتاع العربية يلاقيك شارع التيكت فما يعمل لكش مخالفة ولو المفروض تحط البارك الشيلد اللي هي البتاع الزرق اللي انت بتحدد عليها الوقت دي وتحطها فما تنساش لما توصل المكان اللي انت رايحه انك تحطها علشان تتجنب اي مخالف واتمنى لكم جميعا التوفيق لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد اللحظة دي وحاسس انك استفدت باي معلومة ياريت تدعم الفيديو بلايك لان اللايك ده بيساعد الفيديو اللي هو يظهر لاشخاص تانية وتخلي عدد اكبر من الناس يستفادوا منه ولوليك اي سؤال او اي استفسار اكتبولي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله برد على كل التعليقات وانا اكتفي بالقدر ده علشان ما طولش وقت الفيديو زيادة عن اللزوم وفي اخر الفيديو حابب افكرك لو استفدت من الفيديو باي معلومة ياريت تعرفني ده بلايك لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو وممكن ناس تانية تستفاد من الفيديو ده اشوفكو ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة